الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من حال أهل النار ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون فإن من أعظمي وأخطري وأعقبي وأصعبي المهمات الذي يطلع بها كل أب وأم إنما هي تربية الأولاد تربية الأولاد من أصعب المهام بل ربما هي المهمة الأصعب في حياة كل أسرة وخصوصا في البلاد البعيدة عن الإسلام لذلك سنحاول أن نتطلق إلى موضوع مهم في هذه المسألة في مسألة تربية الأولاد فمن الأخطاء هناك أخطاء كثيرة في تربية المهام وعولى لنا لأسف الشديد والمؤمنون المسلمون متأثرون بواقعهم ومحيطهم الله المستعد ومن تلك الأخطاء أنه يقول سأسجل ابني في أكبر المعاهد وأحسن المدارس وأجود يعني يبحث عن جودة التعليم بحثا عن التعليم الأجود أو الجيد بحثا عن أجود التعليم يقول لك أدخل ابني إلى أحسن المدارس وأعداء ولا يهمه بعد ذلك الظروف والشروط والكيفيات والسياق والمحتوى والمضمون والأشكال بداية السؤال الذي يطرح نفسه أيهما أهم التربية أم التعليم أيه بالنسبة لكل مؤمن موحيد ينتمي إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أيهما أهم التربية أم التعليم التربية بالتعليم نعرف الأمر هذا أمرين أساسيين نعرفه واحدة بالرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ثم بالأمر الثاني بما هي سبول وشروط دخول الجنة نرى الرسالة والمهمة عن النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم هل هي رسالة تربية أولا أم رسالة تعليم أولا أم رسالة التربية وتعليم أولا وتعليم الله تبارك وتعالى ماذا يقول في القرآن وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يزكيهم ثم قال ماذا ويعلمهم الكتاب والحكمة التزكية في القرآن هي التربية أو التربية إن شئت في القرآن اسم موهى التزكية قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال التزكية ثم ماذا تعليم ويعلم نحن أعكسنا وليون ينحطوا الطفل وين يتربى على منهج الله ورسوله أو حطوهن يتعلم الفيزياء النووية والطل والقضاء والتوثيق وغيرها لما تكلم الله دمارك وتعالى عن الأبناء والعوائد لقد دخلوا الجنة قالوا لقد دخلوا الجنة قالوا لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلحا ومن صلحا من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعمة عقب الدار قال لكم من صلحا ما قاش من تعلم ومن صلحا بماذا تصلح بالطربية والتزكية منهج القرآن قد أفلح من ذكها وقد خاب من ذكها ومن صلحا من آبائهم وأزواجهم تصلح ابنك مثلا تقررها علوم كيمياء وتتخذرها كيف قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألدناهم من عملهم من شيء الذين قال آمنوا هل الإيمان تأتي به بإبخاله إلى أعظم المدارس وأفخمها أم بالطربية قال تعالى عن أسبابه أو عن نعم أسباب عدم دخول النار قال عيو الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاغ شداء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قو أنفسكم بماذا تقي قال أنفسكم وأهليكم قو أنفسكم وأهليكم بماذا تقي نفسك وأهلك النار هل بإدخال من أعظم المدارس ثم تغمض عينيك عن الباقي إذن تلك هي رسالة النبي عليه الصلاة والسلام رسالة طرمية قال ثم تعليم ثم تعليم طبعا دونا طبعا النوميلا جاني بالتعليم لكن قم دادعليم التعليم كل جديد زيليفر aujourd'hui je parle d'une mission très complexe peut-être c'est la mission la plus dure la plus difficile de la vie de nos familles qui est l'éducation des enfants l'éducation des enfants il y a des erreurs dans cette éducation et parmi ces erreurs c'est qu'on se concentre sur l'enseignement mais on néglige l'éducation et malheureusement on est tombé dans ce piège et beaucoup beaucoup d'entre nous ils disent oh je vais inscrire mon fils dans les meilleures écoles meilleures institutes meilleures universités les meilleures facultés pourquoi ? pour avoir un enseignement de qualité ils cherchent la qualité ça c'est pas grave mais le problème qui se pose c'est qu'ils s'en fout d'où la chose la plus importante qui est l'éducation quel est le plus important ? est-ce que c'est l'éducation ou l'enseignement ? la priorité la priorité ou comment éduquer un enfant dans l'islam on peut savoir pas par deux choses par le visage du koufait pour sa mission dans cette terre et puis par les moyens par lesquels on peut accéder au paradis Allah quand il nous a parlé de l'ambition du professe Mohamed il a dit dans les illitrés pourquoi les illitrés ? parce qu'ils n'avaient pas des livres qui sont descendus sur eux avant un envoyé qui a envoyé parmi eux un message qui cite ou qui leur cite ces versets qui les purifie et qui les enseigne le livre et la salle donc il a commencé par quoi ? par l'éducation dans le Coran l'éducation on l'appelle تزقيا qui est synonyme de la purification il dit dans notre verset Allah a comblé les croyants par un bien fait énorme quand il a envoyé parmi eux un message de l'éducation de l'éducation qui leur récite ces versets ou allez aux actiers qui les purifie et les enseigne donc sa mission principale 1 c'est l'éducation et après l'enseignement tu mets ton fils dans les meilleures écoles il n'y a pas de problème et le problème c'est quand tu négliges quand tu t'en fous du reste de son entourage du contexte des circonstances de ce qui entoure l'entourage de ton enfant puis Allah tabarak il nous dit des clés pour accéder au paradis c'est pas avoir un bagage de science mais tout simplement c'est être qui est vertueux et ceux qui étaient vertueux parmi leurs parents leurs épouses et leurs enfants ils ont suivi dans cette croyance il y a le regroupement familial dans cette vie d'ici là ça existe quand c'est un regroupement c'est un paradis un regroupement familial mais avec d'autres conditions c'est pas avoir deux fiches de taille l'aube un regroupement je ne m'ai pasifications c'est un ouvertement les voz de la Meat la 5e en mer translons il y a les jahili et il y a le y a الأمين صادق الأمين لما كان صالح ناس ملاعا لما جاي يصلح مصلح ساحر كاهن شاعر افترى مفتري وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلح النقاش صالح مصلح إذن هذه المقدمة الخطأ هذا الخطأ يقول لك أنا البنين دخلوا أحسن المدارس واش تدير ببنك أسيدي هاو معليش دخلت وقرأ خرج أسترونوت في النازة ومو الحين قالت وعند السيدة أنا لا أريدين يحتاج الزبال يخدم الزبال وخدمة الزبال شريفة عمل شريف يعني كيف نعطي يقعد الناس فقط يعني ويجي مؤمن الحمد لله واش تدير ببنك إلا جا دكتوراه في فيزياء نووي ويصليش الحمد لله ما شاء الله الله يبرك الإخوة كانت بحنا لي رحمة دكاتيراه ويصليوا معنا الحمد لله هلو ما يحتاجوا واش تدير ببنك إلا كان أكبر محامي ولا قاضي ولا نتار ويصليوا معنا ويصليوا معنا ويصليوا معنا ويصليوا معنا ويصليوا معنا ما دكتوراه في فيزياء نوويش الحمد لله رب العالمين والعاقدة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين وأصلي وأصليم على المبعوذ ورحمة للعالمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلا يودي إذن الواجب الواجب أولا هالتربية سيكون تربية التبكير التبكير التربية eu أفعض لديك معرك Weran قد تقرب أي شخص so في الشخص of التامتي شخصةger ادتاقي الأعليق يبدأ يقلد الطفل عامين وشو يقلد محيد؟ والديه وين تحطوا يقلد حتى عند النولو حتى عند الكراج حتى وين تحطوا دوزوان يبدأ غير يقلد ويقلد ولا قطن بيضاء إذا تبدأ التربية ينتعو من صغاره ماشي تخلي حتى الثلاثة ويجي تخليج للاسة الثلاثة ويسرى بيوت قلد التربية يمكن مجدد قلد التربية قلد التربية ويجب أن يحطوا قلد تركيز مجدد ويبدا ويجب أن يحطوا تحطوا في نفس المصورة مجدد ويجب أن تحطوا إلى الأحطة سنساء المساعدة قال تعالي وآتيناه الحكمة صعبية نحييه على سلام نُلْيَابَنْ أُكْتَخْوَايِي لُبْوَارَ دِي لَنْفَنْسِ دِي سَنْ نَنْفَنْسِ قَالُّوا يَحْيَرْشِ هم أُخَبَتْ الصحابة ردوان الله عليه كيفاش تعلمنا احنا علشنا نعلموا في الأولاد القرآن نصرات الصغر الصحابة والتابعين هم اللي كانوا يعلموا يبدأوا يعلموا الأولاد تعامل الصغر يحفظوا فيهم القرآن وكي يكمل القرآن يروح للسنة المحيطة والحادق والتبعين وكي يدون هذه المحيطة احنا لأستغلط لأستغلط وكي يتكلموا لأستغلط وكي يتكلموا لاحظوا في الأولاد أكثر من محيطة التعليق المحيطة احنا خارجة المحيطة المحيطة الأخطة في أخطاء شايدين هناك لنش ضدنا المحيط قال النبي السلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخك فحامل المسك إما أن يحليك وإما أن تبتاع منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة يمكنك أن يحليك لذلك فحامل المسكو ونفخك سوف يارس لأنه يمكن، يمكنك الممتلسك إليم وممتلسك الممكن، أو يتم يدعون ذلك الممتلسك، أو يمكنك الم scouts بياس كلا بيسك ، إلى كان يمكنك المدلسك الآن يستطيع التعليف على البيعات المفترة يعني من العقبات المترجمات كتبتًا ، يستطيع التعليف على البيعات المفترة ولا تعدي عينك عنهم تريد في نزيلنا تالحياتي الدومية تعتبار بمكانة المirtingة بكل منصر تنظر يترضى فيforce smellsر و تُنَلِي قِبُنَاً لُسَدِي قُرَهُمْ مجموعًا والع obecب الأيام 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 هوا نحو الكير او الشرط. اذا اختيار البيئة. الى حطيته في مدرسة ماشا عالية الجودة وكذا والمحيط انطيع المحيط الحاد وكفر والمحيط ما واحد ما يذكرك بالاخرة. لما تقول لها معلاش هاي كاينة مدرسة اسلامية. هاي كاينة كوليج اسلامي. هاي اقول لك الاعربي طغير واليولادي. الاعربي طغير واليولادي. شوف احنا نحط في بعضونا كاينة راسيزة يغرد من الراسيزة جاونا. وان نسألة نحط في بعضونا. الأمر في غلالي مدرسة مثل يجب أن يكون هناك، يجب أنه يشهد من مجلسة ، يوجه ليس مدرسة عمره لا يوجد كل مدرسة. هل هذا ليس لمدرسة؟ قال يقولون ليس لمدرسة للخ Challenge فقط، هاي كذلك من ي Bangladesh تriedm Ridge بعد مما ما حصلين اخ توضر من قوكم عنها وعبي الله بالله يجب أن تكون الفصديية ماشاء الله يستحقق من طلبتي ليس عن أي ح أي برسات لانجرام يسعق المسيح لنهر يسعق المباشرة لك يجب أن يشعر هذا هذا ذائب ورقيه الذي يشعر أنه يكون، أنه يكون الذي يوجد الذي يشعر الذي يشعر ويساقه الذي يشعر أخضر على القصة من الخاصة كل هذا هذا هو مقصد في المتحيك فإذا كان نحن 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 عندما كان مخلصاً لأنه كان يجب أن تمكي من صناحي كان مخلصاً لأنه يجب أن تصل على الله لأسلام الذي يجب أن أعظيم فى إجبارة لأنه يجب أن يجب أن يجب أن تكون يجب أن تستعليل وأن هذا تستعليل يجب أن تتعليل عندما يترك مدين أولاً يجعله بعد المنزل المسجرين يجعله ما يسمى يجعله بين المدينين ومدينين لك نحن يجعله هذه المدينة لن يجعله لن يجعله لن يجعله في هذه المدينة حتى أختم أمر ثالث أن تعلم ابنك الحلال والحرام من الصغر الأنفص لم تكن للجنواج لأن أعطيه صبيتي تعلم ابنك التقوى من الصغر طوع من إخلاء.. علموا من الصغر الحلال والحرام معانده يمشي في قلبه لن يبدو حيات المواسعة وإذا كنت تتعلموا الحلال والحرام من السراء تتعلموا الحلال جدا شكرا جدا يتسهلوا في السرقة مثلا السرقة تتعلموا الحجار السرقة يتألموا الحلال والحرام السرقة تتعلموا الحلال سيكون لدينا تتعلموا الحلال المدارة الكوناة يتطعوا الحلبة لاحظة لدينا تتعلموا حرج لكن هناك الكثير من المرحلة في المسيح التي تخذها الشباب لهم في المحاولة هذه نهاية الأنسان على الهدفة تسمى الشيء عقيدة يجب ان يحسسون إذن هذا ليس ارخي وعليا أكبر تنقص على الأسفل انشاء الله أكبر على أبوام أحدهم أسأل الله أجعل يومنا حير من أجل و أردنا حير من أجل الله أسمحنا أولادنا الله أسمحنا أزواجنا الله أسمحنا أولادنا وأزواجنا والأبناءنا وأهلين يا رب اللهم أقبهم على التقوى اللهم أقبهم الهدى والكطى والعفاف والغنى لعلماتك يا أرحم الراحمين اللهم أرحمنا فإنك بنا رحمنا لتعذلنا فإنك علينا قادر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم هدنا في من هديت وعاقنا في من عفيت وتولنا في من توليت وقنا وصلت عنا شرنا قضري فإنك تقضي ولا يقضى عليك تبارك ربنا وتعاليك لا إله إلا أنت سبحانك إن كل من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى المحمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى المحمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين منك حبيب مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصحون وسلام على المرسولين والحمد لله وبركاته